هذا وشيع العمانيون فقيد الوطن والأمة المخفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه بمقبرة العائلة بولاية بوشر بمحافظة مسقط وتقدم المشيعين جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور كما حضر بمعيتي جلالته أصحاب السمو وأفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون والقادة العسكريون والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ وأعيان البلاد وجموع غفيرة من المواطنين وقد قيمت صلاة الجنازة بجامع السلطان قابوس الأكبر حيث لف جثمان المخفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد الطاهر بعالم السلطنة وقد ودع العمانيون قائد مسيرتهم المباركة التي امتدت نحو عقود مليئة بالإنجازات العظيمة في شتى المجالات تم خلالها ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وبناء الدولة الحديثة اشتركوا في القناة